أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مجمع الوثائق المؤمنة والذكية يمثل نقلة كبيرة للحكومة الذكية مشددا على ضرورة الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا المتاحة عالميا لتحقيق جميع أهداف الدولة تصريحاته والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت خلال افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة لما فكرنا في المجمع ده في 2015 يعني ما كانش أبدا واضح لكتير من اللي احنا بنتكلم معاهم فيه الهدف منه يا ترى يعني ايه الكلام دوت وكنا دايما بنقول ان المجمع ده حيعمل معنا نقلة كبيرة قوي خاصة لو حطينا ده مع فكرة الحكومة الذكية دكتور مصطفى اللي احنا رحل لها في العاصمة احنا كنا بنكلم كتير بانه احنا بنا عايزين نطور بلدنا وعايزين نطمر ان احنا ماشيين بشكل جيد ونكلم في الفساد ونتصور ان الفساد ارادة سياسية فقط لا مش ارادة العاملين في الدولة ان هم يحققوا كده لازم يكون فيه نستفيد من العلوم ومن التكنولوجيا الموجودة المتاحة في العالم عشان تساعدنا على ان احنا كل المستهدفات او كل الاهداف اللي احنا حطناها ممكن تتحقق واللي بقى احنا بنتحرك بوقت كتير قوي وبنضيع جهد كبير قوي وما بنحققش اللي احنا عايزين ترجمة نانسي قنقر